هيا جماعة زيكو يا رب تكونوا كويسين لقيت نفسي صهرانة ما عرفش فيه ناس هتتفرج على الفيديو دلوقتي ولا لا بس قلت مش روش كلا تصغل صبح تلاقي الفيديو عايز اقول شوية تحذيرات لبرج العذراء لان يوم عاشرة من اول مبارح يعني من يوم عاشرة سبتمبر فيه تراجع لبرج فيه تراجع لكوكب عطارد في برج الميزان وده لتأثير قوي جدا جدا على برج العذراء فحبيت شوية اقول شوية هنتات كده لبرج العذراء اول حاجة يا برج العذراء يعني اليومين اللي فاتوا كان يومين صعبين جدا جدا لان امر برج الحوت كان ضغط علينا جدا ما خلينا out of the mood ما خلينا متضايقين ما خلينا مش مبسوطين ما خلينا اللي هو متعصبين فالحمد الله اليومين الصعبين حتى صحيا ما كانوش كويسين فالحمد الله ان اليومين دولت عدوا على سلامه طيب الفترة الجاية دي الامر هيدخل على برج الحمل فيه شغل كتير فيه اكشنز كتيرة انت ملبوخ مزنوق عندك ما عندكش وقت وعندك افكار كتيرة مش زهدرة على دماغك فحاولوا تنظموا ونفسكوا شوية برج العذراء خلي بالكم انصحتكم حاولوا تضباطوا معايد نونكوا وديني انا هو يا جماعة الساعة الساعة الصبح بتوقيت القاهرة ولسه ما نمتش ميني لسه زي ما نمش نستنى مقف المروحة فالنصيحة يعني برج العذراء حاولوا الفترة الجاية دي ان انتوا شوية تشتغلوا على معايد نونكوا وتشتغلوا على نفسكوا صحيا حاولوا تناموا بدري تصحوا بدري بطلوا تفكير شوية يعني التحذير عايزة اقول برج العذراء بطل تفكر بطل تشغل دماغك بطل حاولوا تستريحوا حاولوا تبطلوا اللي هو خلاص اللي حصل يعني يعني انا شايفة ان العذراء مضغوط جدا مش بيفكر كويس عنده قلق عنده طاقة اللي هو طب اعمل ايه طب اتصرف ازاي طب ايه اللي هيحصل ففي شوية خوف او شوية قلق انت عندك قلق من القادم يا برج العذراء عندك قلق من المستقبل عندك قلق من حاجة في موضوع مادي او موضوع ليه علاقة بفلوس او ليه علاقة بماديات انت قلقان منه ومش قادر ان انت تخرج برا طريقة التفكير ده فصحتك مش احسن حاجة في الدنيا او انا يا جماعة صحتي انا بشرتي عندي حساسية مش طبعية بوصل حبوب عملة تتنقل من مكان لمكان لمكان مش قادرة بجد فصحتك مش كويسة قوي فحاولوا ان انتوا تهتموا بصحة كلها عندكوا اي مشكلة حاولوا تزوروا الطبيب كمان عندك شوية مشاكل في العيلة كل ده بتسبب تراجع كوكب عطل طارد في برج الميزان تأثيره مش احسن حاجة بالنسبالك برغم ان وجود الشمس ببرجك يا برج العذراء ده بيزقك شوية بيدعمك شوية بيريحك شوية بس ستل عندك توطر يا برج العذراء طيب بس برغم من كل ده انت عندك طاقة حب حلوة قوي عندك شعور مشاعر حلوة عندك شعور بالحب انت حاسس بطاقة حب حاس انت يعني بتتحبه وبتتحبه مبسوط في الحب برج العذراء لما بيكون عنده طاقة حب بيبقى معطاق قوي بيبقى اكتف بيبقى جيفر بيبقى عنده طاقة حلوة قوي ممكن يديها فانت يا برج العذراء عندك طاقة حب حلوة فاستغل طاقة الحب دي كمان عندك تحسن في مستواك المادي عندك سداد لديونك فيه فلوس ممكن تجيلك من حيث لا تحتسب هتسدد بيها ديونك فركزوا انا عارفة ان برج العذراء داخل شهر سبتمبر مديون عنده ازمة مالية عنده ازمة مادية مش عارف يتصرف ازاي فشايف يا برج العذراء ان احنا عندنا سداد ديون احوالك المادية بتتحسن احوالك اللهم احد بقول اللهم صلي على النبي الله عليها افضل الصلاة والسلام قولولي يا جماعة صاحب تفرجوا عليها من فين وانت برج ايه ومدينة ايه قولولي نمتوا ولا لسه ما نمتوش فبرج العذراء عندكم حركة كتير استغلوها يعني اه في حركة بس الحركة دي المصلحتك فحاول انت بتبقى فايق ومركز للفرص علشان تقدر تمسك وتتشعبط في اي فرصة ممكن تجيلكوا يعني انا والله ما نمتش مش عارفة صلاة نمتو الظهر مش نمتو الظهر نمت من الساعة خمسة للساعة تسعة ونص تقريبا نمتو اربع ساعات فللأسف قلبت معايد نومي تاني فبرج العذراء شهر سبتمبر شهر مميز جدا جدا في حياتك شهر ممكن يقلب لك حياتك كلها لو انت ركزت كويس لو انت استغلت الفرص لو انت كنت مصحصح وفاق هتقدر ان انت تخرج منه بامان وسلام لبقية السنة فالشهر ده شهر مميز بالنسبة لك الشمس في برجك فده بيدعمك بيديك طاقة بيديك انرشي فحاول تستغل هذه الطاقة لمصلحتك حاول تستغل الطاقة دي ان انت تكون افضل في العمل عندك مشاكل اه عندك اكشن اه بس شايفك بتنجح شايفك بتثبت مسك شايفك بمجهود قليل بتقدر ان انت توصل للي انت عايزه عندك افكار كتيرة جدا حاول تشتغل فيها يا برج العذراء بلاش كسل انا مرفع شعار لبرج العذراء بطلوا كسل يا برج العذراء الكسل مش في مصلحتك اطلاقا لو انت فقت وحاربت الكسل هتقدر توصل للي انت عايزه انا يا جماعة اقولك على حاجة انا كسولة فيها اعترفلك وحنا بنرغي مع بعض انا دقالي اصبوه مكسلة انقل الفيديوز لان انا الفيسبوك لغى موضوع ان انا اعمل براميار يعني انقل الفيديوهات من اليوتيوب للفيسبوك فانا بننزل فيديوهات عن الفيسبوك مفروض انقلها عن اليوتيوب انا بقالي اصبوه ما انقلتش الفيديوز عن اليوتيوب بسبب اتكسل فدعولي بقى ان ربنا يفك كاربي عشان انا بديقنا وان ربنا كمان يعني ان ربنا يعالجني متكسل وش فينا عشان انا تعبانة طيب اسكندرية ونسبة طبيعي من أمريكا أهلا بكل نسبة طبيعي طيب تعالوا نتكلم معانا العاطفة برج العزراء عندك طرف ثالث في طرف ثالث في علاقتك العاطفية وقولوا ليه الكلام ده مظبوط ولا لأ أنت كأنك محتار ما بين قرارين محتار ما بين شخصين محتار ما بين طريقين عندك حيرة قوية جدا جدا في مشاعرك العاطفية بس عندك قصة حب جديدة عندك بداية جديدة يا برج العزراء عندك نهاية نهاية الشيء وبداية جديدة أفضل بكتير جدا بداية عاطفية جديدة قصة حب جديدة حاجة كنت نفسك فيها حاجة كنت بتتمناها حاجة كنت بتحلم بها يا برج العزراء شيء كان مهم بالنسبة لك فعندك بداية جديدة عندك أمنية بتتحقق في الحب والمشاعر فأنا شايفها العزراء عنده فرص عاطفية حلوة جدا جدا بتقابل السول ميت بتاعك او الشخص اللي هتقابله الشخص اللي هيأثر هيأثر قلبك هيأثر قلبك بس ثواني عشان في حد كتاب لي كومنت ديني قوي بقول لي انا لو منجوزك وقرأ الكومنتات اللي بتكتبلك لكسر موبايل ميت حتى اوكي انا و كومنت يعني ف عندكم مفاجأة حلوة في الحب بحاجة كنفسك فيها بس عندك حيرة هتحتار يا برج العذراء والطرف الثالث من احياتك هتحتار ما بين شخصين هتحتار ما بين قرارين هتحتار ما بين اتجاهين وعندك حاجة كنت بتحلم بها حاجة كنت بتتمنى حاجة تفكر فيها هتتحقق لك يا برج العذراء وتحدي والله العظيم ستات كانوا او رجالة في حاجة بقول فين قوموا القصة دي انتظر لا تستعجلوش بس اهتم بشكلك اهتم بصحتك اهتم بشغلك خليك مستيقظ للفرص خليك مستيقظ للفرص لان احيانا الفرص بتيجي بتبقى مش متوقعة بتبقى تيجي فجأة كده ترى لو انت مش منتبه ومش مركز هتيجي وتروح منك اوكي طيب بس اللي عايزة حذر منه هو ان انت تنجرح يا برج العذراء بسبب تبتك الزيادة يعني حاول انت تركز في كلامك قوي الفترة الجاية يعني ممكن ان انت تنجرح او تجرح حد من غير ما تقصد حاول ان انت تركز جدا 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 فان انت ما تديش اكتر ما بتاخد يا برج العذراء على فكرة العذراء شخص معطق قوي يعني ما تدلقش على شخص اللي بتتحبه ما تديش اكتر ما تبقاش انت اللي دايما بتجري ورا العلاقة ما تبقاش انت اللي دايما عايز لا خلي فيه بالانس اوكي خلي فيه يعني استقرار طيب الفترة الجاية من اول يوم 22 بقى نبدأ نحضر يا برج العذراء يعني احنا قدامنا عشر تيام نتشقلي فيهم او 12 يوم ليه بقى لان الشمس هتتنقل لبرج الميزان من يوم 23 فده بقى شوية ممكن يعمل لنا بطق شوية يعمل لنا حوارات يعمل لنا تأخير فانت تقطك افضل حاجة لما يكون الشمس بتدعمك من يوم 4 ليوم حد بولي مانك سايحة كده ليه بدري انا مش صحية بدري انا لسه ما نمتش كما فمن يوم 22 ممكن شوية تلاقي فيه حاجة بتتأجل حاجات بطيئة حاجات مش ماشية زي ما انت عايز حاجات مخوفاك فانتو يا برج العذراء حاولوا ان انتو ابعيدوا عن اي ابعيدوا عن اي مشاكل بعد يوم 22 متخلوش صراعات متخلوش تحديات طيب عندك لقاء اهم جدا في حياتك يا برج العذراء كنتو منتظروا ممكن يحصل في شهر سبتمبر عندك شخص في حياتك هيكون في حياتك هو السول ميت بتاعك في هذه المرحلة عندك رجوع لشخص من الماضي عندك معجبين كتير لو انت سنجل عندك عروض حب كتيرة عندك بدايات قوية عندكو بداية جديدة في بداية جديدة ان شاء الله بإذن الله عايزة بس اطلب منكو طلبة احنا عندنا طاقة حسط قوية جدا كبرج العذراء حاولوا تقروا اذكار الصباح والمساء حاولوا تقروا صورة الواقع كل يوم كده بنيت ان ربنا يفرج لكو حالكو لان في عيون كتير جدا عليك يا برج العذراء وكمان حاولوا تخرجوا برا طاقة الكسل حاول تهتم بنفسك شوية حاول تهتم بعيلتك ممكن تكون مؤثر الفترة الفاتحة في عيلتك فانت محتاج ان انت تركز اكتر معايلتك يا برج العذراء ولو بيعط حابوا نتكلم عن ابراج ايه الفترة الجاية ايه طاقات الابراج اللي ظهرة حالين برج العذراء في الحب طاقة برج الجديد طاقة برج الحوت طاقة برج الحوت مرة تانية طاقة برج العقرب طاقة برج الحمل طاقة برج الجوزاء طاقة برج الدلو طاقة برج ال احنا قلنا اسد والاسد والطور بشكركم يا رب الفيديو تكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واتبقوني على الانستجرام على الفيسبوك تقولوا تفرج علي من فين انتو برج ايه وصباحا الخير لكل ناس تفرج علي بتمنالك يوم سعيد وبتمنالك يوم حل يعني يومكو يعني ان شاء الله يكون مليان سعادة ورضا ان الرضا دي صفة حلوة ولو يبقى تحبوا نتكلم عن برج ايه يا جماعة ولو يبقى لما بيكون عندكم حباية كده بواجعلكوا وشكوا بتخطوا عليها ايه تانكيو باي باي معصر